أخبرنا والكابتن محمود الخطيب طلب من اللي موجودين في الآلي عدم الحديث عن رحيل ميكيسوني لسببين؟ أول سبب أن ميكيسوني حالياً في إصابة وممكن يرجع والنادي الآلي يبقى محتاجه ويشارك الفترة اللي جاء لنهاية الموسم الحاجة الثانية أن الكلام على رحيل ميكيسوني طبعاً هيهدر أو هيضع فرص تسويقه بشكل جيد فطلب من الجميع في النادي الآلي كجهاز فني وإدارة وكل شيء لا أحد يتحدث عن رحيل ميكيسوني عن النادي الآلي طيب ده بالنسبة لميكيسوني ولسه مكملين أخبار النادي الآلي ومحمود عبد المعلم كهرباء بعدما استقر شوية مع النادي الآلي ويبدو كده أنه مكمل مع النادي الآلي مشاهدت لأعارة بعد رحيل بيتسو مسماني سأل عن موقف النادي الآلي من دعمه في الغرامة الغرامة اللي عليه لنادي الزمالك اللي هي 2 مليون يورو عشان يعرف هيحصل إيه واضح أنه في الزمالك الحل اللي ودي مش موجود بالنسبة لكهرباء وهو عبي يسأل النادي الآلي هل هيبقى فيه دعم من النادي الآلي في هذا الأمر ولا لا خلونا نشوف الفترة اللي جاية فيها إيه